اكثر المتشائمين لم يكن ليتوقعان يتحول العراق لواحد من اكثر المناطق في انتشار وتجارة وتعاطي المخدرات في الوقت الذي كانت فيه هذه الافات لا يعرفها العراقيون قبل الاحتلال لكن عندما يكون الجار هو ايران والحاكمون في العراق ووكلاؤها كل شيء ممكن آفة المخدرات اصبحت آلة للقتل وتمزيق فئات مختلفة من المواطنين من دون تمييز مع اعتراف حكومي بصعوبة التعامل مع هذه الظاهرة بسبب توسع شبكتها وارتباطاتها الاقليمية فضلا عن علاقاتها مع اشخاص متنفذين في البلاد النصف الاول من العام الحالي شهد اعتقال اكثر من ستة الاف متورط بجرائم ترتبط بالمخدرات بين تجار متعاطين وضبط عشرة اطنان من المخدرات والمؤثرات العقلية وفقا لاحصائيات المديرية العامة للشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية في العراق لجنة اطلاف المخدرات والمؤثرات العقلية كشفت عن اطلاف 226 كيلو جرام و744 جرام من المواد المخدر المختلفة و340 قرصا من مادة فيتامين شديدة التخدير كل ذلك يتوافق مع احصايات دولية اكدت ان اكثر المخدرات تعاطيا في العراق تنوعت بين حبوب الكيبتاجون والكريستال وانواع اخرى وحسب تقرير نشرته الامم المتحدة فان السلطات في العراق صادرت عام 2023 رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كيبتاجون تقدر قيمتها بين 84 مليون دولار و144 مليون حسب سعر الجملة وتعد المناطق الخضعة للنفوذ الايراني مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن اكثر مناطق الشرق الاوسط في رواج المخدرات وتصنيعها من اجل تحقيق مكاسب مادية للميليشيات التي تنفذ المشروع الايراني القائم على نشر الخراب والدمار بكل اشكاله واصنافه